السلام عليكم أبو الوليد وعلى الزملاء العزاء وعلى السادة المشاهدين نأتي إلى تفاصيل حالات التحكمية برات الفتح والنصر بدءا من دقيقة 32 وهي حالة سقوط للاعب الفتح داخل منطقة الجزاء هذه حالة تنافسية تتكرر كثيرا ما بين المدافعين والمهاجمين المهم في هذه الحالة أنه لم يرتكب أي خطأ وضع اليد بهذا الشكل التدافع هذه أشياء تحدث كثيرا في كرة القدم ولا ترتقي إلى الأخطاء نذهب إلى حالة أخرى وهي أيضا حالة استبرار صحيح لوجود لمس الكرة في يد لاعب النصر التي كانت إلى داخل جسمه موقع الحكم صحيح طبعا لم يظهر لها إعادات ولكن قمنا بتقريب الكرة وتأكدنا أن الحالة لا يوجد فيها أي خطأ أيضا حالة أخرى منامسة الكرة ليد لاعب الفتح أيضا لا يوجد فيها تعمد اليد كانت إلى جانب الجسم الكرة تحولت من الأرض وقدم اللاعب إلى يده وموقف الحكم كان موقف جيد أيضا حالة أخرى فيها فعلين فيها سقوط وهذه حالة نفسية ما بين المهاجم والمدافع ومن ثم تلتها حالة سلوك غير رياضي ومسكرار هذه استمرار حالة تنافس أنا أقول حالة تنافس نشوف هنا لاعب النصر ولاعب الفتح يمارسان نفس الفعل لاعب النصر هنا يمسك بالمدافع والمدافع يقوم بنفس الفعل هذه الاستمرار فيها هو الأولى في مثل هذه الأشياء تلا هذه الحالة حالة سلوك غير رياضي من كلا اللاعبين كان يجب على لاعب النصر أن لا يقوم بهذا الفعل وإذا ردت فعل لاعب الفتح لم تكن مبررة ولا يوجد ما يستوجب كل هذه الأفعال والحكم اتخذ العقوبة المناسبة وهي عقوبة الإنذار لكل اللاعبين وهو ما يسمى بالسلوك الغير رياضي نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة احتساب ركل الجزاء صحيحة لنادي النصر والسبب في ذلك هو عملية ركل بإهمال على جسم لاعب النصر قام بها مدابع الفتح والحكم كان في موقف مناسب تم التأكد من وضع الحالة وتم احتساب ركل الجزاء صحيحة لنادي النصر نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة مهاجمة باستخدام قوة مفرطة من قبل لاعب النصر على لاعب الفتح كان يستوجب إشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر الحكم لم يوفق تم مراجعة الحالة تم التأكيد أن هذه حالة مهاجمة باستخدام قوة مفرطة على قدم اللاعب والطرد هو القرار الصحيح وهذا ما تم لاحقا بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيار شكرا يا كابتن عبد الله أعطيك العافية